موسيقى إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 13.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي أكد بايدن أن واشنطن تنسق مع الحلفاء لتقديم الدعم لكييف مشيرا إلى توفير 293 مليون دولار الأسبوع الماضي كمساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين الولايات المتحدة تقود للإستجابة الإنسانية الدولية مع شركائنا في أوروبا وخارج أوروبا خلال سابع الماضي وفرنا حوالي 293 مليون دولار لمساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا والدول المجاورة خبراءنا على الأرض في بولندا ودول الجوار ونعب رئيس عادة من هناك للتوم لتقييم الوضع لهذه الأزمة المتفاقمة لتقديم مساعدات الإنسانية بأسرع وقت اليوم كل من هم بحاجة إليها كما دعا رئيس الأوكراني فيلودمير زلنسكي رئيس الوزراء الكندي جاستان ترودو والنواب الكنديين لمساعدة بلادي وذلك في فرض حظر جوي فوق أوكرانيا مشددا على ضرورة فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا وأشار زلنسكي في كلمة عبر الفيديو كونفرنس إلى مجلس العموم الكندي أشار إلى أن الحرب الروسية هدفها القضاء على أوكرانيا وإخضاع شعبها يذكر أن زلنسكي سيتحدث غدا أيضا أمام أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة عبر الدوائر التلفزيونية أكد الرئيس الأوكراني فيلودمير زلنسكي أنه يجب على أوروبا أن تحمي نفسها من خلال مساعدة أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسية جاء ذلك في كلمة وجهها زلنسكي من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة إلى اجتماع لزعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيقة وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده تتفهم أنها ليست عضوا في حلف الأطلنطي وبالتالي تقترح طريقة لحماية نفسها بشكل مستقل بشرط الحصول على ضمانات أمنية أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكن على قائمة العقوبات أوضحت الخارجية الروسية أن قائمة العقوبات تضم وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن ورئيس أركاني وعدد آخر من المسؤولين وأشرت موسكو إلى أن فرض العقوبات ضد قدر أمريكيين جاء ردا على سلسلة عقوبات أمريكية غير مسبوقة بما فيها تلك التي تحضر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الرئيس البيلا روسي ألكزاندر لوكاشينكو ضمن ما اعتبرته واشنطن عقوبات ضد الدول التي تساعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية لوكاشينكو بالفساد وكذلك فرضت واشنطن عقوبات على زوجة الرئيس البيلا روسي وفق الاتحاد الأوروبي رسميا على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا وتشمل حزمة العقوبات حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجة الصلب وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري لكريملين ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يان سيستالنبرغ إلى عقد قمة استثنائية لزعاماء دول الناتو في الرابع والعشرين من مارس في بروكسل وأضاف ستولتنبرغ أن القمة ستعقد على مستوى رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوضح بيان للناتو أن هذه القمة ستركز على عواقب الهجوم الروسية على أوكرانيا ودعم كياب وتعزيز نظام ردع الناتو ودفاعاته أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس جو بايدن سيناقش في قمة حلف الناتو الاستثنائية ملف التصعيد الروسي وقال التساكي أن مشاركة بايدن في قمة بروكسل تهدف مناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة ردا على هجوم روسيا على أوكرانيا مؤكدة أن الرئيس بايدن لا يزال يؤمن بالحلول الدبلوماسية وتأتي هذه الرحلة في أعقاب زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى كولندا ورومانيا الأسبوع الماضي لمناقشة أزمة اللاجئين في أوروبا الشرقية والتأكيد على دعم إدارة بايدن لحلفاء الناتو أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانسي ستولتنبيرد أن الحلفاء وفروا معدات عسكرية ومددات ومسيرات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية كما وصف أمين عام الناتو خلال مؤتمر صحفي وصف تسريحات موسكو بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بالأكاذيب ومن ناحية أخرى شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن الحلف بحاجة لزيادة الاستثمار في قدرات دفاعية داعينا الدول الأعضاء لزيادة الميزانية الدفاعية لـ 2% من الناتق القومي قمنا بزيادة تواجدنا في تلك الأجزاء من حلف الناتو ورفعنا جهزية القوات وعززنا من قدرتنا إذن الهجوم على أحد أعضاء حلف الناتو سيكون هناك رد عليهم من كافة دول حلف الناتو إن أعضاء حلف الناتو قد دعموا أوكرانيا على بدار سنوات عديدة خاصة منذ أن غزت روسيا للمرة الأولى عام 2014 ودول حلف الناتو مثل المملكة المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة والكيندا أيضا ساعدوا في تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة ومختلف القوات الأوكرانية والآن هم يقاتلون بكل شجاعة أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مواريسكي وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كيف لجانب نظرائه من جمهورية تشيك وسلوفينيا ودعا رئيس وزراء بولندا عبر صفحته على فيسبوك إلى وقف المأساة التي تحدث في أوكرانيا بأسرع ما يمكن ونشر عبر صفحته صورا له ولنائبه ورئيسي وزراء تشيك وسلوفينيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها الكاملة على كامل أراضي مقطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إدار كوناشينوف إن القوات الروسية استولت أيضا على نقطة حصينة شمال العاصمة ييف وأضاف أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومروحية وثلاثة عشرة طائرة مسيرة فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عشكرية أوكرانية بالإضافة إلى العثور على عشر أنظمة صواريخ جابلين المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصورة وغيرها من الأسلحة غيرها من الأسلحة في المدينة لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس وشدد كليتشكو على دعم التنقل عدم التنقل في أنحاء كييف أو الخرود من المنازل باستثناء الذهاب إلى الملائب وشهدت كييف صباح اليوم عدة انفجرات في مناطق مختلفة من جراء القصف الروسي المتواصل كما دوت سفرات الإنذار في قلب العاصمة واستهدف القصف الروسي مدينة خاركيف أسفر قصف طال أحياء سكنية في كييف عن مقتل شخصين على الأقل وفق ما أعلنته أجهزة الطوارئ الأوكرانية وذكر جهاز الطوارئ الأوكراني أن بثتين انتشوليتا من تحت أنقاض مبنى متوى من 16 طابقا في أحد الأحياء مضيفا أنه تم إنقاذ 27 شخصا في نفس الموقع وتعرض مبنى سكني آخر في منطقة أخرى إلى هجوم وتصاعدت حدة المعارك في الأيام الأخيرة في محيط كييف فأصبحت محاصرة بالكامل من قبل الكوات الروسية التي بدأت العملية العسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير وهذه صور رحية ومباشرة مشاهدي الكرام على شاشة التلفزيون المصري من العاصمة الأوكرانية كييفا حيث تشهد هدوءا نسبيا وبعض الشيء في هذه اللحظات والتي يحبس العالم أنفاسه متابعا لهذه الأحداث للأزمة الأوكرانية الروسية والتي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم العشرين على التوالي منذ بدايتها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي في الوقت ذاته ما زالت لقاءات التفاوض بين الجانبين مستمرة دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهديئة وطيرة العمليات العسكرية أو حتى لتأمين فتح ممرات آمنة لمغادرة الأوكرانيين عشرون يوما على بدء المعارك فوق الأراضي الأوكرانية ولا يزال دوي القصف أعلى من صوت العقل عشرون يوما من المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية ولا تزال أرض المعركة صاحبة الكلمة العليا وسط محاولات خجولة داخل الأرواقة الدبلوماسية لوقف القتال وحماية المدنيين مجلس الأمن الدولي شهد أمس جلسة جديدة لبحث تطورات الأزمة بمشاركة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لم يتوصل المشاركون في الجلسة إلى جديد فقد تبادل الجميع الاتهامات فقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن حرب معلومات واسعة النطاق تشن على بلاده مجددا في الوقت نفسه تجزئة مسألة الأمن في أي محادثات مقبلة مع الغرب تصريحات رد عليها رئيس منظمة الأمن والتعاون بالقول إن دول شمال الأطلنطية لا تشكل تهديدا لروسيا فيما اتهم مندوب أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلاده أما على صعيد التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني فلا تزال الجولات تعقد تباعا حتى وصلت إلى أربع جولات حتى الآن دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وتيرة العمليات العسكرية أو حتى تأمين فتح ممرات آمنة لمغادرة الأوكرانيين وفيما قال رئيس الوفد الروسي المفاوض إن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا يوميا عبر الفيديو قال مستشار في وزارة الدفاع الأوكرانية إن هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الجانب الروسي معربا عن مخاوف حقيقية لدى حكومة كييف من استخدام موسكو للسلاح الكيموي وعلى صعيد الرسائل المتبادلة بين روسيا والغرب قال المتحدث باسم الكريملين إن أمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ليست قيد البحث في الوقت الراهن فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتمسك بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين نفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود قوات أمريكية في قاعدة تيافوريفا التي تعرضت لقصف روسي وقال المتحدث باسم البنتاجون جين كاربي قال إن القوات الروسية استهدفت القاعدة الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى وأشار كاربي إلى أن التعثر القوات الروسية في أوكرانيا يعود بشكل أساسي إلى المقاومة والعقبات اللوجستية التي واجهتهم شديدا على أن الأجواء الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل بفعالية كبيرة чем تلك الحديث الأوكرانية التي تجريدون ليس فقط من الأولئية حالسيا 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 يديد حالسيا 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 لا أحد لا أحد هذا اشتركوا في القناة